آنانا المسيح ولد فمجدوه المسيح أتى من السموات فاستقبلوه المسيح على الأرض فارفعوه أياتها الأرض كلها رنمي للرب ويا شعوب سبيحوه بسرور لأنه قد تماجد مع الترنيم الحاضر في كافة المراحل مراحل مسيرتنا الإيمانية والصلوات التقصية رح نكون معكم بمحطتنا التالية ونتعرف على الترانيم بأنواع وخصوصية البيزنطي منه بصوت المرنم ليفون عباجيان مدير المدرسة البطرياركية للموسيقى البيزنطية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وميلاد مجيد عليكم وكل عام أنت بألف خير يسعد صباحكم وميلاد مجيد على جميع بدي لك أول شيء يسلم هالصوت ويعطيك ألف عفية يسمعنا الشيء يوصل لأرواحنا ووصل لمساحة كتير كبيرة من أرواحنا من داخلنا هذا الشيء أكيد الخصوصية جدا عندك ولكن بداية خلينا نحكي عن الترنيم كحالة إيمانية هلا بشكل عام الكنيسة في إلى شيء يسميه نحن الليتورجية الليتورجية هي التقوص طبع الكنيسة هاي التقوص ما تبني على ثلاث ركائز أساسية هنين الكلمة واللحن واللون إذا نحن عم نحكي عن كنيسة بيزنطية فالكلام هو الكلام اللي كتبوه الأباء القديسين عبر العصور يعني نقول أكثر من ألف سنة وفي غيرهم حطوا لحن لهدول التسابيع خلينا نقول اللي كانت مكتوبة وبعدين في عنا اللون يعني هذا الشيء يترجم من خلال فن كتابة الأيقونات بالكنيسة فما في نحن نفصل هالثلاثة عن بعض وإذا اليوم أنا فيني أقرأ أي شغل قراءة عادية بس لما تكون هي ملحنة وكيف هذا اللحن له تاريخ معنو بيوم أو يومين نحط فأكيد يعني اللحن هو عم بيوصل لسه رسالة أكبر من أنه نحن بس أنه نقرأ قراءة عادية تصل للروح أكيد أكيد لما بنحكي عن الترنيم البيزنطي فنحن عم نحكي عن حالة موسيقية بتعتمد على الصوت بدون أي مرافقة لأي آلة لنحكي أكتر خلينا عن الترنيم البيزنطي الترنيم البيزنطي إذا بدنا نكون دقيقين الترنيم البيزنطي هو سمي بالبيزنطي بس هو جزوره من هالبلاد يعني تعرفوا كان الحكم البيزنطي منتشر بهذه المنطقة كلياتها بس إذا بدأ يرجع للقرن السادس السابع بهذه الفترة فالأشخاص اللي حطوا نظم وقواعد الموسيقى البيزنطية كانوا موجودين بهذه البلاد مثل القديس يوحنا الدمشقي في مدينة دمشق القديس رومانوس المرنم الحمصي في عنا أيضا أباء قديسين كانوا موجودين بأديرة بفلسطين فالموسيقى البيزنطية فإذا طلعت من هون حاليا موجودة دمان تسمعوها يعني دمان كنائس الروم الملكيين الكاتوليك وكنائس الروم الأرتودوكس بنفس الوقت هي موسيقى بل صوت بشري ما بترافق آلات موسيقية خلان قول بتتراوح بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية هي حالة وسط معنى تشبه بتميل للشرقي ولكن في اختلافات شوي بسيطة بنفس الوقت أكيد معنى غربية كمان فهي منقول حالة بين الاثنين خلينا قبل ما نروح لنحكي عن أهم الترانيمي اللي بترافق عيد الميلاد نسمع الشي كمان من حضرتك من وحي المناسبة نشاء ناس المجدول الله في الأولى وعلى الأرض السلام اليوم تقبلت بيت الألح الذي لم يزل جالسا مع الأه اليوم الملائكات يمجيد كما يليق بالله أطفل المولودة أطفل المجدول الله في الأولى وعلى الأرض سلام وفي الناس ما سار ما شاء الله الله يحميها الصوت نسمع ترانيم من أجواء أو من تقوص أعياد الميلاد شو أهم أيضا الترانيمي اللي كمان بتستحضروها بزمن الميلاد؟ الآن زمن الميلاد أكيد يعني الألحان فيها بدا تكون أول شي بنا نوصل الرسالة يقلنا أنه في عنا كلام وفي عنا هاي رسالة الميلاد هي نشر الفرح نشر السلام فطابع الألحان كمان بدا تاخد شوي نوعا ما طابع الفرح فإذا بدنا نحكي عن ترانيم الميلاد يعني عنا بالتقص البيزنطي أكتر من ترانيمة معروفة مثل ما سمعتوها شوي ترانيمة المسيح ورد في مجدوه مجدو لله في الأعالي في عنا كما بعد شوي رح تسمعوا ترتيلة باللغة اليونانية هي اليوم البتول تريد الفائقة الجوهر فأكيد يعني كثير من تراتيل المعروفة لعيد الميلاد تمام إذا بدنا نحكي عن ملكات المرنم أكيد له ملكات خاصة سواء كانت فطرية أو اللي بتأهله والمكتسبة المرنم غير نكون صريحين بهاي القصة المرنم هو بده يكون مصلي بالدرجة الأولى ما نمستعرض لصوته يعني فيه فرق بين الترنيم وبين الغناء أو الطرب بشكل عام فاليوم أنا لحتى أنقل الكلمة صح فبدي يكون أنا عم حس بهذا الكلام حتى الغناء نفس الشيء بالنهاية فيه إحساس بده يوصل للعالم فهي ركيزة أساسية أنه أنا أول شي أنا بدي يكون فهمان شو عم رتل شو عم أحكي لحتى أنا هاي الرسالة توصل للعالم صح ما تكون القصة مجرد أنه أنا صوتي حلو أنا بدي أبرز عضلاتي بهذا الموضوع وأنا بدي أظهر لا بالكنيسة ما في شي اسمه أنا أظهر في شي اسمه الجماعة خلنا نقول توصل الكلمة من خلال هذا اللحن وهذا النص يقال من يرنم يصلي مرتين اليوم في حالة روحانية حضرتك عم تشعر فيها نحن كمستمعين أو عم نسمع حواليك عم توصلنا أكيد ولكن مو بالدرجة اللي حضرتك عم تشعر فيها أدي اليوم مع علاقة الترنين بالعلاقة الروحانية؟ أكيد مئة بالمئة يعني يوم من يرنم يصلي مرتين هاي كمان نحطت في إلى سبب لهذه المقولة اليوم في دور مثلا بالكنيسة للكاهن في دور للشعب هلا اليوم الشعب بيجوز أحيانا الشعب بيشارك بيرنم كله بس في دور المرنم هو كمان عم بيصلي عن الشعب نيابة عن الشعب فلهيك من قولنا نحن من يرنم يصلي مرتين مرة عنه هو شخصيا ومرة عن الشعب كمان خلينا نستغل ونسمع ترنيمة من حضرتك ترنيمة هتكون باللغة اليونانية اليوم البتول تليد الفائقة الجوهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوريا عموماً وديمشق على وجه التحديد بتشهد ريستالات عديدة وأمسيات ميلادية بهذه المرحلة من السنة ما درجة ارتباط المؤمنين اليوم وتفاعلهم مع الترنيم مئة بالمئة اليوم نحن أي عيد من الأعياد بالكنيسة غير الصلوات والقدديس نعمل أمسيات روحية لحتى الناس يتهيئوا لهذا العيد اليوم نحن نحكي عن عيد الميلاد ففي فترة بتسبق عيد الميلاد نسميها فترة التهيئة اليوم لما الناس تجي على الكنيسة نحن نعمل أمسيات ترانيم ريستالات نسميهم فالناس عم تجي عم تتحضر روحيا لاستقبال عيد الميلاد فبالتالي هي عم تسمع هذا اللي حم تسمع الكلام أيضا هي عم تصلي بخلال هذه الأمسيات لحتى تستقبل العيد بقلب نقي نعم خلينا رحكي لعملك كمدير مدرسة للموسيقى البيزنطية اليوم في أكيد أساسات عم تشتغل عليها لتأسيس الطلبة في نشاطات أكيدة عم تشتغل عليها خبرنا أكثر عن مجال عملك اليوم نحن كمدرسة بطرياركية الموسيقى البيزنطية موجودين بمدينة دمشق اليوم طبعا هاي المدرسة تأسست ببركة صاحب الغبط البطرياركي يوسف العبسي نحن موجودين حاليا تقريبا بكنيستين بدمشق كنيست مار يوسف كنيست القديس كيرلوس خلينا نقول كدروس عم بتصير بهدول الكنيستين فعننا أربع مستويات نحن بالمدرسة يعني نحن لما نسمع كلمة مدرسة لنكون دقيقين يعني هي معنى مدرسة للأطفال هي فيها هنقول من أعمار الإعدادي سانوي وصولا حتى لأعمار الخمسين ستين فأي أحد حابب يتعلم أكيد الباب مفتوح لتعلم هذا العلم بالنهاية هي اللغة نحن عم نتعلمها طريقة تنويط قراءة نوطة بيزنطية دروس تقريبا هي بتكون مرة بالأسبوع لكل مستوى في عنا تدريبات جوقة أيضا بتصير للمستوى الثاني تالت رابع هنا أربع مستويات مثل ما ألنا بالأخير بعد هاي الأربع مستويات الواحد بيحصل على شهادة بطرياركية إن هو أتم هاي الأربع مستويات أكيد الموسيقى بالنهاية ما بتوقف عن المستوى معين هي بحر بس على القليلة ضمن الموجود ونكون نحن حصلنا أكبر ما يمكن من هذا العلم قبل الختام بدنا نسمع ترنيمة أخيرة من حضرتك أكيد ترجمة نانسي عظيم يا نفسي من هي أكرم قادران وأرفع مجدا من هالأجندي العلوية إنني أشاهد سيران عجيبا مستغربا فالمغارة قد ضحط سمان ترجمة نانسي 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 الفخير ميلاد مجيد على الجميع يا رب ميلاد مجيد على الجميع إن شاء الله هيك اللحة في السلام بالبلاد وفي كل المنطقة شكرا لك وكل عام وانتبقى الفخير انتبقى